من أكثر الشخصيات القريبة إلى قلبي وقلب أو قلوب كثير من المصريين اللي لم يكن كل المصريين هو الكابتن الكبير كابتن إهاب جلال شخص على المستوى الفني فهو واحد من أفضل المدربين المصريين أخر عشر سنين في واحد بقى يقولك هو أفضل مدرب مصري في واحد تاني يقولك لا مش أفضل مدرب بس على الأقل على الأقل عشان ما نختلفش يعني هو واحد من أفضل مدربين المصريين أخر عشر سنين دي ما فيهش خلافة طيب ده على المستوى المهني على المستوى الشخصي رجل مهزب هادي ما فيش حد يتعامل معاه وما حبهوش كل اللعيبة اللي اشتغلت معاه زي يقوله كده ايه بتقول دايما أنه أعظم مدرب دربه أنا أعرف لعيبة في الدولة المصري بتلعب في أندية كبيرة ممكن تروح للنادي اللي هو بيدربه عشان عايزين يشتهلوا معاه أنا أتكلم على الكابتن الكبير كابتن إهاب جلال ربنا يا ربي يشفيه ربنا يا ربي يطمن عليه يا رب ودعوات كل المصريين إن شاء الله بإذن الله يرجع سليم معافة إن شاء الله بكل دعواتكم